أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكيبتاغون عثر عليها مخبأة داخل شحنة كاكاو وردت عبر ميناء الجدة بالمملكة وحسب بيان نهاية الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية وردت شحنة كاكاو عبر ميناء جدة وعند خضوعها للإشراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عثر على ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف حبة كيبتاغون مخبأة بطريقة فنية داخل أكياس حبوب الكاكاو وأضافت الهيئة أنه بعد إحباط محاولة تهريب تم تنسيقه مع أجهزة مكافحة المخدرات لضمان ضبط أصحاب الشحنة داخل المملكة وتم ضبطهم وعددهم ثلاثة أشخاص ترجمة نانسي قنقر